لا يعرف شيئاً عمل استسلام عجزت أطرافه السفلة فأبدع بأطرافه العليا عمار شاب تعرض لحادث سير أفقده المسير على قدميه لكنه لم يفقده المسير نحو هدفه فليس غريباً كما يقول عمار أن تصبح مصوراً فوتوغرافي وأنت من ذوي الاحتياجات الخاصة أنا عمار قصاب قبل عشر سنوات عرضت الحادث سير وصرت على كرسي متحرك لما انتهت حياتي بديت أشتغل عليها وإرادة وقوة الإرادة وكل شيء ورسان اليوم مصور لعاقة معها ما منعتني من شيء كرسيه كاميرته ولا ثلث لهما هكذا أضحت اهتمامات عمار الجديدة يقلب بذكرياته مع صوره عند تعرضه للحادث الذي مر ذكره العاشرة قبل أيام حادث غير حياته ولكن نحو مسار جديد مسار أضحافه لا يعتمد على راتب ذوي الاحتياجات الخاصة وإنما على مشروعه الخاص مستسلمت أبد يعني أبد ما فكرت بهذا الشيء لأنه اللي ناس الدار مداري هوايد دا يدعموني بهذا الموضوع أنه ما يخلوني أستسلم أو أفكر بهذا الشيء وأكيد ما اعتمدت على الراتب المال الهيئة لأنه يعني ما يكفي أي شيء يعني ما يتلف فما أعتقد أنه يكفي أي شيء خاصة يعني بوضعي فأني اتخذ الطريق أنه أنا لازم أشتغل أعتمد على نفسي عمار قصة نجاح تغلبت على مصاعب ذوي الاحتياجات الخاصة بإصراره اعتمد على نفسه ولكن على أربع عجلات شاب ترجم كيف للمقعد أن يكون أنموذجا للتعايش مع الإعاقة لا بل حتى التغلب عليها بهذه الكاميرا وأما معه من أدوات أثبت عبرها أن الإعاقة هي إعاقة الجسد للإرادة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر